التغطية الإعلامية المكثفة التي جاءت بعد نشر الصور التي تظهر الطفل السوري إيلان كردي وشقيقه غالب بعد أن جرفتهما أمواج البحر المتوسط أثارت الرأي العام في بريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي وصلت الأضواء على محنة اللاجئين السوريين وفي بريطانيا بدأ متعاطفون مع اللاجئين حملة لجمع تواقيا لطرح مأساة اللاجئين في البرغمان تهدف إلى الضغط على الحكومة لتليين موقفها والسماح بدخول أعداد إضافية من اللاجئين السوريين رئيس الوزراء ديفيد كامرون الذي يزور إسبانيا والبرتغال في إطار جهوده لإخناع دول الاتحاد الأوروبي بإدخال تعديلات على بعض المعاهدات داخل الاتحاد خرج عن موقفه السابق وأشار إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية لبريطانيا لمساعدة الذين تشردوا بفعل الصراع المسلح الدائر في سوريا منذ أربعة عوام اليوم يمكنني أن أعلن أننا سنبذل المزيد سنمنح اللجوء لمزيد من الآلاف السوريين وسنستمر وفق نهجنا نقل اللاجئين السوريين من المخيمات حتى يتمكنون من الوصول إلى المملكة المتحدة بأمان بدل اتخاذهم الطرق الصعبة التي كلفت حياة الكثيرين بشكل مأساوي سنناقش البرامج الخاصة بهذا الشأن وأعداد اللاجئين الذين يمكن استعابهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركائنا ورغم التغير الأخير في المزاج العام بعد نشر صور الطفل ومأساة اللاجئين الذين قضوا في شاحنة في النمسا الأسبوع الماضي إلا أن المسؤولين البريطانيين حرصوا على التأكيد على ضرورة البحث عن حل يؤدي إلى إنهاء العنف في دول مثل سوريا والعراق التي يتدفق منها عدد كبير من اللاجئين وأشعروا إلى أن المشكلة الحالية هي مشكلة للعالم كله وليس فقط مشكلة أوروبية وانتقد البعض الدول العربية الغنية لتقاعسها عن استقبال اللاجئين إذا عدت للحرب العالمية الثانية وكان هناك أعداد كبيرة من اللاجئين لم يكن الأوروبيون وحدهم الذين استجابوا إذ استجابت الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وماذا عن الدول العربية الثرية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت هذه دول غنية ومع ذلك لم تستقبل لاجئا سوريا واحدا ورغم أن كاميرون لم يكشف عن أرقام حول عدد السوريين الذين سيسمح لهم باللجوء إلى بريطانيا واكتفى بالقول إنه سيتم دراسة التفاصيل مع المنظمات العاملة في المنطقة الأسبوع المقبل إلا أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحدثت عن أربعة آلاف لاجئ وإذكروا أن بريطانيا تقدم مساعدات سنوية للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا وصلت إلى حوالي مليار جنيه استرليني أسلام كرماوي بي بي سي